أستاذ أحمد قال الجملة بس عايزة أحكي لك بيها قصة بخصة بإمام عشور قال لك هو قاعد قد إيه عشان يعني يبدأ يتكيف أو يتلعب فيريرا بما أنك كنت جاي بروي أجواش من شوية فيريرا اجتمع بكابتن من كباتن الزمالك السنة دي كان عايز إمام عشور في نهاية الموسم الماضي أسف وكان عايز إمام عشور يمشي السنة الجاية فالكابتن ده بيقول له طب ليه قال له إمام عشور ده لعيب كرة كويس جدا بس عقليته مع كامل الاحترام لإمام عشور قال له عقليته محتاجة ليديرها صح لأنه يا إما السنة الجاية يلعب في نادي كبير جدا في أوروبا يا إما هيكون بيلعب في الدرجة الثانية هنا في الدور المصري خطيرة دي قصة من بالله حرفيا جملة دي اتقالت لكابتن من كباتن نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي لو تفتكر لما الزمالك كانت غلب وجاء إمام عشور عامل شعره وسبق شعره وحصلت الأزمة دي قال له حرفيا كده للكابتن ده قال له لعيب كرة جامد جدا ومن أفضل اللعبة اللي أنا دربتها ولكن لو ملقاش حد يدير له دماغه بالشكل المزبوط السنة الجاية يلعب في نادي كبير لو حد قدر له دماغه صح يا إما هنشوفه في الدرجة الثانية في الدور المصري طيب قبل ما نسيبك بقى أوباما وحارس جديد لنادي الزمالك سمعت أن الزمالك بيشوف حارس آخر وبيفكر في عودة أوباما طيب بالنسبة لعودة أوباما نبدأ بيها أوباما يعني فيه اجتماع داخل لجنة القرى أنه يرجع ولكن فيه شرطه وحيد لعودة أوباما وهو تعديل عقده لأن عقد أوباما من العقود الكبيرة جدا في الفريق والزمالك عايز ينزل بالعقود بسبب الأزمة المالية اللي موجود فأوباما لو هيرجع وهيوافق على تعديل عقده أن ينزل به هيكون موجود السنة الجاية في الزمالك ما وفقش أوباما مكمل في الحزم في الدور السعودي موضوع الحارس إذا أحمد عبد منصف عايز حارس ثالث موجود معه خاصة في ظل مهتمش حسن التجديد اللي صبحي وعواد وقد يرحل أحد الحارسين والعين رحى على أحمد ميهوب حارس غزل المحلة بعد المستوى المميز اللي قدوم السنة دي في الدوري ولكن بيتم امتابعته وهيعرضوا الأمر على خوان كارلوس إسيريو موسيقى